واحد شغال مساعد وزير الدفاع أو نائب وزير الدفاع الأمريكي والآخر هو نائب وزير خارجي الأمريكي اتنين فيهم علامتين استفهام كولين كال ده من أهم الشخصيات في الإدارة الأمريكية اللي كان عنده قناعة بأن وصول الإخوان أو الإسلاميين إلى الحكم يقي الولايات المتحدة الأمريكية من شرور الجماعات المتطرفة بيقول لما نجيب حد إسلامي أو حد من الطيار الإسلام السياسي يحكم فبالتالي هو أقدر ناس نقدر نضرب بهم الجماعات المتطرفة أو هيتواقم مع بعض هيتفهم مع بعض هيتطلعهم دماغنا يعني هم يرتبوا أمورهم مع بعض بصرف النظر عن مصلحة الشعوب يعني هذا الرجل اللي هو كولين كال دوت ده هو ده رأيه يعني هو مش بيحب الإخوان عشان إخوان لا 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 عنده فكرة هذه الفكرة راجت في أوقات أوباما يقول لك في القاعدة وفي داعش وفي كذا وفي إخوان وفي سلفية جهدية وفي تكفير وهجرة وفي الأطياف دي كلها بقول عشان نواجههم ما احنا فيه دولة وطنية وفيه حكم وطني وفيه كذا وكذا هم دايما بينوء الحكم الوطني هم ضد الدولة الوطنية فهو الراجل ده كولين كال بيقول خلينا نفكر تفكير مختلف تم تيجي نجيب حد منهم يحكم ودول هيتصرفوا مع بعض مع باقي الإسلاميين واحنا نشتري دماغنا يعني فكرة كان مبدأه نشتري دماغنا من الإسلاميين بتعيين واحد إسلامي ده كان خطة موضوعة في الإدارة الأمريكية والراجل ده كان بيروج لها هذا الرجل الإخوان بيقوله ده كان داعم لنا هو مش داعم الإخوان هو داعم لفكرة أنه يستخدم الإخوان أو غيرهم في أنهم يصلوا للحكم نوصلهم للحكم عشان يعني يريحوا أمريكا من باقي الجماعات المتطرفة والدليل أفكركم بس لما محمد مرسي جي الحكم عمل مكالمة مع أيمان الظاهري هو بيعمل مكالمة وهذه المكالمة متسربة ليه؟ ليه؟ بيثبت لأمريكا أنتم فكركم صح لما تجيبوني أحكم وتسيبوني أحكم أنا عندي تواصل وعندي قدر على التواصل مع القادة بتوع الجماعات الإرهابية ومنهم مين؟ أيمان الظاهري ومنهم مين؟ مش عارف مين ومنهم؟ كل قيادات الجماعات المتطرفة في العالم مرسي تكلم معاهم ليه؟ لكي يثبت للإدارة الأمريكية صحة وجهة نظرها لما تجيبوا إسلامي ومين الإسلام اللي يحكم؟ إخواني جابوا إخواني محمد مرسي طب يحكم محمد مرسي فكرة الأمريكان أن الإخوان اللي هيحكم عنده قدر على التواصل مع باقي الجماعات الإرهابية ومرسي بالفعل اتصل بأيمان الظاهري وصربوا المكالمة على أساس يثبت لأمريكا صحة وجهة نظرهم في هذا الإطار يا أبراهيم لو عندك المكالمة بين مرسي واسمه أيمان الظاهري بس مش مشكلة يعني أنا أبقى هتوها بعد كده وموجودة على النت يعني مش اختراعة بس أنا بقول أنه هكذا كانت تفكر الإدارة الأمريكية وهكذا جاء أبو مرسي وهكذا قام مرسي بما أرادت الإدارة الأمريكية أنه يتواصل مع القاعدة ومع داعش ومع غيره تواصل مع هؤلاء جميعا وفكرين لما الرجل اسمه محمد البلتاجي قالك لما ترجعوا مرسي الإرهاب اللي في سينها هيوقف هو مش الفكر أنه هما بيتحكموا فيه هي منظومة كونية هي منظومة كلها مرتبطة ببعض وأرادت الإدارة الأمريكية أو المخابرات الأمريكية أن هي تريح دماغها وتجيب هاته وحد الإسلامي يحكم يتخلص ويساعد ويتواصل ويتفاهم مع بعض وفعلا كان محمد مرسي بيتكلم مع هؤلاء هذا الرجل كولين كال ده بيقول هو ده قدام حضراتكم مع الأبو ندارة دوت اللي وقف معه كان الرئيس أوباما وجو بايدن كان نائبه وزير خارجيته جين كيري وهو كان فيه الخارجية الأمريكية النهاردة هزر الرجل نائب وزير خارجية لنائب وزير الدفاع نائب وزير الدفاع ده موجود دلوقتي فيه الإدارة تم تعيينه في الإدارة الجديدة وده كان فكره أنا بس بقول للناس الإدارة الأمريكية الحالية فيها إيه وكانوا بيعملوا إيه وبفكروا إزاي طبعا الأطرفات الكل بس أنا بقول عشان يبقى عارفين وعلى بيينة من ما يعنز بيقولوا المحلل المختص في شؤون الإرهاب جون روسو بيقول في مجلة ناشلان انترست الأمريكية أنه النكال اللي هو قدامنا في الصورة كان يدعم أنشطة الإخوان المسلمين في المنطقة وكذلك النظام الإيراني الذي يعتبره دول خليج الذي تعتبر دول خليج عدو بيقول الكاتب خلال فترة توليه منصب نائب وزير الدفاع أيد كال مشاركة الإخوان المسلمين في الربيع العربي وأيد المفهوم الخاطئ القائل بأن تشجيع المشاركة الإسلامية في السياسة من شأنه أن يقلل من جاذبية الجهادية الكلام اللي بقوله حضراتكم ففي بحث نشره كال وأستاذ العلم السياسية مارك ليتش في 2013 رأوا أن جماعة الإخوان المسلمين في مصر ظهرت أنها لم تخضع لإيران ومن المرجح أن تبرز مصر الديمقراطية كثقة الموازن مهم بدلا من اتباع القيادة الإيرانية وضعف في البحث ذاته عندما هجمت إسرائيل غزة في تشرين الثاني كان الإخوان لهم دور في إيقاف وتنفيذ برجماتية جديدة في العمل السياسي يبقى الراجل كولين كال دوت اللي كان مساعد دلوقتي يبقى مساعد وزير الدفاع الأمريكي ده كان مبدأه ده كان فكره فيما مضى في نفس التوقيت لقينا محمد صلاح سلطان اللي تضيقوا عليه بعت رسالة تهنئة إلى السيد هادي عمر هادي عمر ده تم تعيينه نائبا لوزير الخارجية الأمريكية للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية والراجل هادي عمر ده دبلوماسي أمريكي مولود في لبنان وسبق أنه اشتغل في الخارجية الأمريكية وعمل باحث في مركز بروكينغز في الدوحة في قطر محمد صلاح سلطان بيغزله بعته رسالة تهنئة بيقول له مبروك وبيعتقد محمد صلاح سلطان أنه ممكن يكون داعم للإخوان خلال المرحلة القادمة ترجمة نانسي قنقر